سباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بتابعوا برنامج يوم جديد واليوم بدخص بالذكر وقول صوم مبارك لكل الأشخاص اللي بيتابعوا التقويم الشرقي وبلش السيمن اليوم وللي كمان كانوا مبلشين يصوموا من الأسبوع الماضي بالتقويم الغربي اليوم الحلقة مع اختصاصيات التغذية عبير أبو جايلي مخصصة للأشخاص اللي بيصوموا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح النور عبير متل ما اتفقنا الأسبوع الماضي قلتلك بعتقد كتار من الناس عن جد بهمهم يكونوا عم بيصوموا بشكل صحي هيك بيكونوا عم بيكسبوا من الميلتين وما يكونوا كمان لأنه قاطعين عن مأكلات عم بيخسروا مواد غذائية بتمدنا بكتير من الفيتامينات والمعادن الأساسية لنكون صحيين وبنفس الوقت ما يكونوا عم بيكسبوا كتير من الوزن لأنه عم بيركزوا كتير على الخبز والنشويات صح نحنا كنا سبق ووعدنا المشاهدين الأسبوع الماضي بهيد الحلقة نتطرق على موضوع الصوم بتفاصيل معينة حتى نقدر نصوم هيد الفترة بطريقة ما ينقصنا لمعادن ولا فيتامينات خاصة إذا نحنا قراضي عنا يعني شخص اللي عنده في إردام كيف ينتبه أكتر للأكل كيف ننتبه لأمور معينة حتى يكون الصوم تبعنا صحي ونفس الوقت في كتير عالم تنصح بهيد الفترة بتكسب وزن لأنه بتروح أكتر على الأكل القاطع أو قاطع المقالة وفي منهم بيقولوليك الأكل القاطع معهم يشبعني رح نعطيهم مثل هيك بآخر الحلقة تبس كيف يشبعوا أكتر وبالعكس يكونوا صحيين أكتر خلال هيد الفترة رح نبالش نشوف سوى صور ونعليق علينا وبتذكر كمان كافة المشاهدين على 0141703 الرقم رح يمرق على الشاشة فيكن تتواصلوا معنا أكيد وتطرحوا على الاختصاصية كافة أسئلتكن نبالش مع أول صورة معك عبير دايما هون عم نشوف للأشخاص اللي عندهم في إردام نقص بالحديد بيخافوا لأنه نحن بنعرف أبرز مصادر الحديد هي اللحوم اللي جسمنا خاصة الحمرة كمان اللي جسمنا بيمتص بطريقة سهلة نحن هون رح نركز هلأ بهيد الفترة عند الأشخاص الصايمين عن اللحمة خاصة على الحبوب على أنواعها ولكن تحتى جسمنا يقدر ياخد الحديد المتوفر بهيد الحبوب بطريقة أسرع وسهلة أكتر لازم نضيف معا فيتامين سي يعني الحامض أو حتى عصير الليمون يعني أنا إذا عم بيكو العدس بحامض هايدي الكمبينيشن ما بين العدس والحامض مثالية وحديد هي مثالية يعني هي نحن أخذنا الحديد بطريقة يعني متاحة أكتر لجسمنا كمان إذا أنا أخذت فاصوليا مثلا معجات سلطة بيحتوي على الحامض أو تبلتن يعني حتينا تومو حامض مع هايدي الحبوب كمان بالحامض عم ناخد فيتامين سي وبيقلب هيدو اللي حبوب عنا الحديد فجسمنا بيقدر ياخد الحديد بطريقة أفضل من المصادر النباتية بوجود الفيتامين سي هلأ إذا عم ناخد طبخة مثل فاصوليا مطبوخة ببيرب عادي فهون نحن لما عم ناخدها مع كباية عصير الليمون اللي هو فيه فيتامين سي كمانا هيدو الكمبينيشن عم تخولنا ناخد الحديد بطريقة وفرة أكتر في الفول كمانا بينحط له حامض هلأ أمفكر صح من طب الفول البليلة يعني نحن أوقات منعمل أمور بطريقة بديهية ولكن صحيا هيدو الأمور مفيدة جدا خاصة هون رح ركز عند الأشخاص اللي هن بيعانوا من مشكلة فقر الدم يعني إذا كان عنكن فقر الدم ننتبه بنفس الوقت إذا كنتوا صايمين عن القهوة لازم نشرب القهوة قبل تقريبا بساعة ونوص ساعتين من مناكل كمان تمنأسر على امتصاص الحديد صحيح كنا بنعرف الكافيين أكيد صار عنا خبرة من اللقاءات معك قديش يعني بيخلي الحديد ما يمتص بشكل صحيح إذا كان عم نشربه مع التربيئة طبعيتنا صحيح ثم بعيد لحتى اللي يكون امتصاص الحديد صحيح مظبوط لأنه في عالم ضغري على الساعة 12 بياخدوا القهوة وبياكلوا فهون لا أخليه يكون فيه فترة زمنية معينة ما بين الترويئة أو حتى اللي عم ياخدوا المتمم الغذائي كمان عن كون نفس الشي منتبهين لهيد المعادرة منتابع مع صورة التالية كمان الكالسيوم أكيد بهيد الفترة في كتير بيصوموا عن الأجبان والقلبين هون ممكن والبياد ممكن يكون عرضة أكتر لا يكون عنا نقص بالكالسيوم ولكن إذا عرفنا أكلنا بالطريقة الصحيحة أكيد ما منتعرض للنقص فالكالسيوم موجود أكيد بالسردين في أشخاص ما بيصوموا عن الأسماك الكالسيوم موجود بقلب البروكولي بكل شيء وراء أخضر أخضر كتير صح بيحتوي على الكالسيوم فيه كمان نحن ننتبه على بعض أنواع العصائر بعض أنواع المنتجات موجودة بالسوبرماركت اللي هي فورتيفية أو مدعمة بالكالسيوم الحليب اللي منه من الحيوان فيه كالسيوم يعني كوكونات ملك أعند ملك صح أغلبهم مدعم بالكالسيوم فنحن من شأنه هيك لما نقول نحن وعن ننتبه بالسوبرماركت عم نشتري غرادنا نروح على الأساس المدعمة أكتر بالكالسيوم لأنه من خاف منقول أنا ما عم بياخد الكالسيوم من حليب البقر يعني أو الحليب الحيواني بس إذا مناخده من سوخ سمنة حيوانية بدل فيها كالسيوم مرات حتى بتكون مدعمة صح أغلبهم مدعمين بالكالسيوم وهون نركز كتير على السلاد فيرت يعني الجرين السلاد اللي بتحتوي هيدا دايما نعملها على الوراق الخضر لأنه كمانا هني مثل ما زكرت فيهم كالسيوم ونضيف قدمة فينا بروكولي خاصة هون عند الأشخاص الصايمين عن الأسماك وعن السردين وعن البيض وما رح يكلوا حتى بياض قلبين وأجبان ودايما دايما نقرأ الملصق الغذائي في كتير أنواع حليب مدعمة نحنا فيها تكون بديل ونكون عم ناخد مصادر الكالسيوم مننا هلا دايما هون عم نشوف مهمة ما بين الرز الأسمر والحبوب العادة نحنا مناخد رز عادي دار درامة مثلا ناخد رز عادي مع الحبوب وهون نحنا عم نوقف اللحمة فتناخد بروتين كاملة وهيدي ذكرناها بحلقة مرة كنا عم نحكي عن أهمية البروتين الكاملة نحنا بحاجة لا يكون في عنا شغلتين مع بعض الحبوب مع الرز الأسمر الكاربز بس الكاربز الكاملين صح الكاربز الكاملين إن كان رز الأسمر مع كاروني سامرة صح فهون كتير 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 مهم أنا لما بدي أخذ حبوب إن كان فاصوليا عدس فول حمص حتى أخذ البروتين اللي أنا بقدر أخذها الموجودة باللحمة لازم أعمل معه مثلا رز أسمر لأنه لا عم نقول رز أسمر لأنه أغلب العالم بيعملوا الطبخة مع الرز فهون ما نروح على الرز الأبيض وما نروح على الرز العادة يعني نروح أكتر على الرز الأسمر تم ينقصنا ببروتين لأنه بهذه الفترة كمانا صوم عن اللحمة بيكون من معظم الأشخاص وحتى في ناس ما بيحبوا السمك إذا كانوا صايمين عن اللحمة فهلأ منحكي عن المصادر النباتية الثانية اللي فينا نركز عليها أول نصيحة إلناها هي أنه يكون مفروض عنا هذي الكمبينيشن هلأ رح يرجع يقطع معنا غير صور كمانا رح نحكي عن المصادر النباتية أبرزها كمانا نركز قد ما فينا على الكينوة الكينوة كتير مهمة كتير ضرورية ندخلها خاصة بفترة الصوم وهي بتغذي بس في ناس بيفكروا أنه ما فيها كالورية بالعكس الكينوة هي من الأصناف الغذائية اللي فيها وحدات حرارية حتى كوب الكينوة في دوب وحدات حرارية عن كوب البرغل ولكن هو صحي بيعطينا أليف غذائية أليف أكتر من البرغل يمكن في كتير أليف أكتر كمانا بيعطينا بروتينات نحنا بحاجة لألة فدايما نركز كينوة فينا ندخلها مع الطبخة مش بس بالسلاد وفينا ندخلها مع السلاد ولكن ننتبه للكمية لأنه فيها كالوريز زمننا أنه في عالم فكره أنه دايت ما فيها كالوريز لا أيوة مرة أكلت هلأ قلت مدردرة كتير دا الحلقة من أول الحلقة مرة أكلت مدردرة بكينوة كتير كنت طيبة هلأ هو أكيد دايما منقول أنه منلحق الترند وأنه هلأ دارج لكينوة بس هو مفيد جدا وفينا نكون عم نغير لنحس أنه عم نغير أنه هي زيتها الأكلات دايما اللي منعملها بالسيم المدردرة المجدرة الفاصولية بزيت لوبية بزيت هندبة إذا منعملهم تويست صغيرة بالكينوة ما بيكون عم نزهق شغلة مهمة أنه نوع قدمة فينا بهيد الفترة تحتى ندخل كل الأصناف الغذائية يعني بتعرفي خاصة بمنوسوم لما ست البيت بتكون عم تعمل طبخة بتصير تزهق لأنه بتعيد نفس الأكلات فنحن هون كمانا مع التنويع وإدخال مأكلات جديدة وكل لون غذائي وكل صنف غذائي رح يعطينا معادن وفيتامينات مختلفة عن التاني فهون نحن مع التنويع حتى نكتسب كل هالماعادن والفيتامينات والبروتينات من الأكلات كيف إذا كان الكينوة اللي هو طبق مفيد وطبق صحي وبيعطينا الغذاء الكافية حتى نضاين أكتر ويكون صومنا صحي أكتر وما ينقصنا الغذاء نحن بحاجة لأيك صورة تالية هون قد ما فينا كنا عم نحكي عن التنويع بعدنا عم نقول أنه لازم ننوع ندخل كل الأصناف الغذائية ولكن كمان شغلة بدنا نسكرة كتير مهمة هي أنه إذا كنا عم ناكل طبق وهذا الطبق كان صحي غذائيا أو حتى لو كنا من الأشخاص اللي عم نفكر نخسر وزن أبدا منه غلط أنه ناخد طبخة واحدة عمدار يومين وثلاثة وهذا الشي ما بيدر ولكن على شرط ما نسخن كمية الأكل كلا كل يوم صح بقلب التنجرة لا ما نسخن لكمية اللي بدنا نأكلها ما نناخدها فهون نحن دايما فينا ناخد طبع نعيد الأكلة لأنه بتعرفها لا كمان من جراء الأوضاع الاقتصادية في منهم بيقولوا أنه أنا بدي نوع بتناول الأكلات ولكن ما بدي أكل يمكن أكتر من أكلة خلال الأسبوع فمنه غلط أبدا أنه دخل صنفها حاضعة ثلاثة أيام ولكن التنويع بيصير أنه ما علق على نفس المأكلات جرب دخل بقلب صحنة خضرة يكون فيه لون الأخضر مثل ما قلنا كمان لون الأحمر كل الألوان الغذائية تناخد هيدا المعادين وهيدا الفيتامينات من الطبع اللي احنا عم نتناوله هلا كمان حكيت عن شغلة عبير قديش الأوضاع الاقتصادية عم بتأثر وكمان فيه عامل الوقت اللي عن جد بدنا نخلقه خلق لحتى نتفدى ونكون عم نقضي وقت بالمطبخ وبعرف كثير من السيدات وأنا منهم ما بطبخ كل يوم بعمل كذا طبق لكذا يوم ومثل ما قلت يعني بشكل بصير بشكل يعني نوع الأبتايزر هنهار بتعميه للولاد مثلا تنقول هندبي بتعميه للولاد اليوم مع الفصولية تاني يوم بتعميه هون مع اللوبيه برجع برجع للفصولية تالي تيوم مش غلط خصوصا إذا عم نغير بالسلادات يعني الإشياء اللي بنعملك اليوم شوية الملفوف اللي منقصهم مع شوية درة بنادورة وبصلة مع طمو حمود وزيت تاني يوم نجا عم نعمل سلاد بخس يعني هولي بخلونا منحس أنه نحنا عم نعيد هيد الأكل إذا عم نغير بالنوع السلطة بالأبتايزرز قبل الطبخ صح وهون كمان عم نكتسب غزائيا فوايد من أنواع خضرة تاني وهون دايما شغلة كتير ضرورية نقولة أنه دايما لازم نخلي الولاد من هني وصغار يحبوا كل الأكل يعني نقدم لهم فيه لأنه سيدات بيقولوا أنهم مثلا ولادي ما عم يحبوا هيد الأكل خلاص منوقفها ما بقى منقدم لهم إياها فلا أكتير مهمة طريقة البرزنتيشن وندلنا نقدمها والأهم من هيك حتى هني يتناولوا ويكونوا مبسوطين نكون نحنا قدوة قدامهم أكيد يعني تتقنع الولد بطبخة معينة مش لازم نعيت عليه وليه ما أكلت وبدك تاكله وإذا أكلت فيه مشوار لهون يعني نحنا منعطي منشارت نربط الأمور لا بالعكس فينا نحط أنه هيدا الطبق موجود ونحنا نتناول هيدا الطبق مع الولاد ونقول أديه هو طيب ونحكي عن منافعه الصحية بتلاحظ أنه الولاد بهذه الطريقة لو كانوا ما بيحبوا الأكل بيرهابوها صح بيتعودوا عليهم بهذه الصورة حكيت عن التنميع عبير وفي شغلة عن جدا من اكتشفها نحنا مع أنه بكتير من القيام وهلأ مع الأبس الموجودة هون بكابسة زر بنعمل شوپنج بس لما عم نروح على السوبر ماركت لو خفيت روحاتنا على السوبر ماركت سرنا منروح مرة بالشهر يعني أقل من قبل بكتير بوجود هول الأبليكيشنز اللي منسهلين ناحياتنا بمطرح من المطاريح بس عن جد يعني إذا منروح على قصم الخضرة والفواكي منشوف قديش نحنا منركز دايما على 3-4 أصناف منجيب بس هول 3-4 أصناف بينما عن جد يعني دايما غير أنه عم بيكون فيه إشياء بتنزل وصارت جديدة ومستوردة من برة أو حتى عم تنزرع مجددا عنا بلبنان فيه إشياء كل عمرة موجودة ونحنا ما منجيبها يعني فيه اعتماد ايه الشمندر الفجل يلي قليل ما منجيبوا معه دين بنا دورة بصل خيارتهم بينما عن جد يعني بالشمندر فينا نكون عم نعمل أصناف بتاخد العقل الفجل في يكون على طولتنا بشكل يومي مع كل فوائده لكتير يعني نجرب شوي هيكي نشكل أكتر يعني على سيرة التنمية قبل ما نشوفها هيدا الصورة هون نحنا القساس اللي عم نسكرون هولي قديهن قساس صحية وما فيهم كتير وحدات حرارية فهون نحنا تنطلع من موضوع انه انا بالسوم بنصح لانه عم بيكل أكلات عم تنصحنا معم بشبه هيدا أول شغلي عم تحكيها كتير ضرورية هي انه نوع كتير بالخضرة السلاة تكون موجودة على صفرتنا وعطة كل يوم إذا مش سلاة خضرة يعني أنا فينا جيب فجل مثل ما مشات خضرة مثل ما إذا ما معنا وقت كتير صح إذا ما في وقت تنعمل سلاة وإذا ما معنا وقت كمان فينا نقطع الخضرة قبل بوقت ونحطهم بالبرات بطريقة مرتبة يضاينوا أكتر وكل يوم نحنا نشيل بعض الأصناف من هذه الخضرة ونعمل سلاة فينا نعصر حامض ويكون عنا سوس جاهزة بداينوا ثلاثين يعني ما تخافوا عن جد أنه حتى في الأدرين الأشخاص في بعض أصناف الخضرة الموجودة مخلوطة خالصة مخلوطة خالصة بس نحنا علينا نعملها فهون هيدون حتى بتكون مغسلة ومعقمة صح صح فهون هيدون قدام سهلين علينا الأمور تنتناولا فهيدا أول نقطة بتخولنا ما ننصح بفترة الصوم تاني شغلة كتير أساسية ما نركز كتير على القلي يعني أنا إذا بدأ أعمل نعرف بهيد الفترة نعمل قرنبيت مقلم نعمل بتجين مقلم بطاطة مقلية نقل الكوسة فهون إذا ما بدنا ننصحه بالعكس مع أنه هيدا الفترة هي فترة الصلاة والصوم أكيدة منه ريليتد بس أنه نضعف ولكن للأشخاص اللي بينتبهوا عادة عوزنون كرمال صحة كمان يعني وحبين يضعفوا كرمال الصحة كمان لأنه هيدا المقالة كلها راح تسبب لنا كل سيرول تريجلي السريد أمراض كتيرة زيادة الوزن بحد ذاتها هي البدانة مرض فهون إحنا شو لازم نعمل لازم نشوية نروح أكتر على طرق الطبخ اللي هي صحية أكتر فتالت شغلة نزيد قدمة فينا الطبخ الأشخاص اللي بحسوا أنه هن الطبخ ما بيشبعون بلا لحمة فالحل أنه يكون نخفر في شوية الرز نزيد أكتر خبز فنحنا دايما مفكر العكس منخاف من الخبز وإلا يمكن مناخد أبعد خبز أمحة كاملة ومنخفف الرز أو الماكرونة بالمقابل فهيدا ليه؟ لأنه الخبز رح يشبعنا أكتر ويقيت على القلب أكتر فهيدا كمان من بعض الحيال اللي فينا نعملها بهيدا الفترة دايما كمان نركز على الحبوب ودايما إذا مثلا الأشخاص اللي بحبوا فلافل كمان فينا نجيب العجينة خالصة إذا نحنا ما بدنا نعملها بالبيت ونشوية بقلب الفرن بدل ما ناخدها مئنية أنا مرة عاملة كبة فلافل وبتطلع طيبة يعني مادتها بالصانية مثل الكبة وعملت التاراتور مثل سلطة اللبن يعني رخيته شوي زيادة عنه برخي كتير طلعت طيبة فنحنا فينا نخترع أمور سهلة يعني هيدا السيدة المعندة وقت يمكن تحضر أكل هيدا كتير هيني بتكون عم تعطي عائلتها وولادة بدل ما نعطيهم ألي عم نعطيهم طبق صحي ومعمول بطريقة كتير سهلة يعني إحنا بس جبنا العجينة الفلافل أو خالصة كمانا خالصة ومن عند يعني اشترينيها بني على الفلافل صح ومدينيها مثل ما ذكرت هيك أهيا حسيتها بالصينية إذا ما بدنا نعملها كمان رأس ونحطهم بالفرن فهون هيدول التعديلات البسيطة عم يساعدونا كتير تما ننصح وأيضا أهم شيء بدي ركز عليه في كتار لأنه بيغلطوا فيه هو الوقت وتنظيم الوقت خلال فترة الصوم نحنا دايما نعرف أنه على الساعة 12 نحنا منبتدي بالأكل فهون لكل حدا عم يشاهدنا هلأ وعم يتبعنا هلأ منقلوا أنه كتير مهم دلنا محافظين عن نزام وما نلغي وجبات وما نلغي وقعات لأنه فيه ناس بيقولوا أنا خلاص ما رح أتروأ بتغدى دغري فإذا كنتوا من هؤلاء الأشخاص اللي تغديتوا على ساعة 12 فينا نرجع ناخد الترويقة على ساعة 5 عزي سناك صح يعني ما نلغي ما نلغي الوجبات طبعنا تمنجوع وتما نتناول كمية أكتر أكل على الوقت الثاني لأنه فيه ناس إذا تغدوا بكير على ساعة 12 تعشوا على ساعة 7 بهذه الطريقة بيكونوا وصلوا أخذوا سناك صغير يمكن تفاحة بانان إذا صايمين عن الشوكولات أو الحلو أو المكسرات أخذنا حصية فواكة رح يوصلوا لساعة 7 كتير جعانيا فهون أنا إذا في حال كنت من الأشخاص اللي تروقت على ساعة 12 على ساعة 5 فيه أخذ الترويقة صاندويش صغير هيدا الشي بيخلينا أوصل للعشاء ما يكون كتير جعاني وأطلب كمية أكل أكتر طيب عبير عندي سؤال هون عم نشوف نقص بالفيتامين بادوز رح نحكي عنا بس بدأ أطرح عليك السؤال على هيدا السيرة أنه واحد إذا قادر يسيطر على حاله ويجوع لأنه منسمع دايما كنا كمان إخصاصيات تغذية بسابق بيقولوا أنه ما علي ما علي تكونوا جعانين أنه بالعكس قوموا عن طولتكن جعانين مش يعني أكلين فوق شبعتكن لأنه بتضعفوا بهذه الطريقة بينما دراسات تانية بتضعب تقول لا أنه واحد وقتا يكون عم بيكون جعان ما بي يعني أو فروستراء إذا بدك بالأكل ما بيضعف قد ما لازم أو قد ما بده يكون أو قد ما هو جهده عم بيعطيه يعني حلق نحنا رح نقول شغلتان في بعض الأشخاص أول ما يبلشوا بالحمية الهزائية هنه بيكونوا بيتناولوا كمية أكل كتير كبيرة قبل الكمية اللي عم ياخدوها هلأ يمكن يخفت عن قبل يمكن يحسوا بجروع أول ثلاثة أربعة أيام بعدين يثبت هيدا الشعور ويبلشوا يشبعوا أكتر لما يتأقلم جسمهم على الأكلات الجديدة نحنا دايما منقول للأشخاص اللي ما عم يكونوا متابعين من قبل حدا منقول لهم أنه نصيحة حتى تضعفوا ما تقوموا شبعانيا نقوموا في بعض كمية يعني تركوا شوي من الأكل بقلب الصحن أو كله كمية أقل خففوا الكميات هيدا هي نصيحة عامة تنساعد الأشخاص اللي يمكن ما عندهم أدري يتابعوا مع حدا يضعفوا لحالهم ويخففوا الوازن ولكن نحنا إذا عم نتابعين من قبل حدا اختصاصي وعم يتبعنا بحمية معينة ما لازم نجوع وعم يعطينا الكميات اللازمة صح لأنه بتكون الكميات مناسبة لجسمنا مناسبة لنا وعم يعطينا أساس في أمور كتير كمية كبيرة بتشبع وبنفس الوقت منا كالوريك صح فهون هيدا نقطة صغيرة لازم نعرفها نحن لما نقول هيدا المعلومة أنه قوموا ما تكفوا كتير وما تحسوا أنه مطخمين هيدا لأنه أغلب الأشخاص لما بيأكلوا الأكل بيتناوع بلا واحد وما أكلات كالوريك فيها كتير وحدات حرارية لنرجع على الصورة اللي كانت عبير شو أعميت البيدوز وليش بينقصها القد بالسيام صح هو أهم مصادر البيدوز أكيد اللحوم اللي أغلب العالم بيصوموا عن اللحم بهذه الفترة هلأ إذا كمان عم ناكل سالمن عم ناكل أسميك كمان شغلة منيحة تونة للأشخاص اللي بيأكلوا هيدا الأمور ما بينقص عنهم شغلة منيحة أكيد حتى في ناس بيصوموا عن البيد فهون نحن يعني القلبين والأجبان فالبيدوز كتير مهمة وكتير أساسية وخاصة هون إذا كنا عندنا ناقص في كتير عالم يمكن عاملين عمليات معينة عندهم ناقص بالبيدوز فهون عم يأخذوا يمكن متهمة مهزائية بس ما يصير في عندنا ناقص بالبيدوز أكتر لازم ننتبه كمان على المأكلات الفورتيفية بالبيدوز مثل ركاكك ركاكك الدراء مثلا ركاكك ركاكك الدراء صح مثلا هن كتير فورتيفية بالبيدوز فأنا من الأشخاص اللي بركز على هيد النقطة أنه دايما دايما نحنا إذا قطعين اللحمة ننتبه للبروتين للحديد وللبيدوز فهون دايما فينا نحنا عم نعمل شوپنج إذا رحنا ضغرة على السوبر ماركت ننتبه نضيفها الأساس للصغيرة وسوبر طيبين في ماركة عم تعملهم كمان صحيين كتير وموجودة بكترة وسوبر يم يعني مية بالمية وإذا نحنا مننا صايمين عن التونة والسالمن وعن الأسماء نركز عليهم نركز عليهم أكتر أقل لهم ندخلهم مرتين ثلاثة بالأسبوع فهيدا الشيء بساعدنا أكيد عندك المكسرات اللي هي كتير مهمة نية ناخد كمية معتدلة كمان تناخد بروتينات هون للأشخاص الصايمين وتناخد طاقة أكتر لأنه المكسرات أكيد بيحتوى على الضهون المفيدة إذا منه مقلية دايما من عيد دايما رح أرجع أقول أنه المكسرات المقلية أو النية بنفس الكمية نفس الكالوري بس لما هن لأنه ضهون لما عم ينقلوا عم ناخد ضهون الضارة فهون قد ما فينا نركز على المكسرات النية باعتدال يعني بكمية يعني هيك عشر حبات تقريبا ما حلصناك هو رح يعطونا طاقة أكتر رح يزودونا بالضهون المفيدة أكيد وما ناخدهم الملحين والبروتينات المفيدة أكيد هيدا كانت الصورة الأخيرة معنا لليوم دايما نتشكرك عبير أبو جيلي على كافة النصائح اللي بتعطينا إياها وأكيد اللقاء بيتجدد الأسبوع المقبل معك كمان أهلا وسهلا فيك دايما ببرنامج اليوم جديد عبير أكيد فاصل أصير مشاهدينا وابطل عليكم زميلة بلانش معديو فاخليكم معنا اشتركوا في القناة